اشتركوا في القناة نيويورك تايمز ترامب يدخل العمل جديد بموجة من الازمات يدعوت احرنوت نتنياهو يطلب حصانة من الكنيسة للإفلات من العقاب فينانشل تايمز روسيا تحاول ملء الفراغ الامريكي في كوبا البداية مع الشأن الامريكي حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب دخل العمل الجديد في مواجهة موجة من الازمات التي طال امدها مع اثنين من الخصوم القدامة وهما ايران وكوريا الشمالية وبحسب الصحيفة فان توقيت هذه التحديات الجديدة امر بالغ الاهمية فيبدو ان الايرانيين والكوريين الشماليين يشعرون بضعف الرئيس في ظل المساءلة والانتخابات الرئاسية القريبة ونعود لنرحب بضيفنا ايضا من قطاع غزة السيد فتحي مصباح الكاتب الصحفي فتحي صباح عفوا ولكن ابدأ النقاش مع ضيفي من القاهرة استاذ محمد امين الخلاف بين واشنطن من جهة وبيونج يانج وطهران من جهة اخرى خلاف قديم فلماذا تقول الصحيفة ان ترامب دخل في موجة جديدة من الازمات مع هتين العاصمتين يعني انا اعتقد انها ليست موجة جديدة وانما هو استكمال للموجة السابقة الولايات المتحدة الامريكية او ادارة الرئيس ترامب منذ توليه السلطة والازمة ما بين ارتفاع وانخفاض حتى حينما تحدث ترامب عن وجود حل للازمة ما بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كان مجرد ظهور امام الكاميرات وسائل الاعلام فقط انما الخطوات الايجابية على ارض الواقع لم تتحقق او لم يكتب لها النجاح بشكل حقيقي ما زالت الادارة الامريكية تحاول الحصول على اكبر قدر من المكاسب خصوصا انها السياسة الخارجية لديها في الفترة في فترة الرئيس ترامب يعني كانت ما بين التزبزب ما بين السلب والايجاب ما بين الارتفاع والانخفاض الازمة الايرانية اعتقد انها ازمة حتى موجودة قبل ولاية الرئيس ترامب ايران بتعتبر احد الازمات التي تريد دائما الادارة الامريكية ان ترفع درجة حرارتها وقت ما تريد وان تخفض درجة حرارتها وقت ما تريد ما بين الادارات المختلفة كانت دائما ورقة ايران او ورقة طهران احد ادوات التحرك السياسي وانا يعني لا اوافق الصحيفة في نقطة مهمة وهي نقطة الحديث على ان الازمة هي يعني في تجدد فيها انما هو احد الاوراق للتحرك لدى ادارة ترامب خلال الفترة المقبلة خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسي اما هذه الازمتين يبدو انهم اثروا بشكل كبير جدا على النقطة المهمة وهو الخاص بعزل الرئيس قضية عزل الرئيس ترامب نعم ومن هنا يأتي السؤال هاتين الازمتين الى السطح سيد مصبح الصحيفة ترى ان الايرانيين والكوريين السماليين يشعرون بضعف الرئيس ترامب ان كان الامر هكذا فما الذي اضعف الرئيس الامريكي الذي اضعف الرئيس الامريكي خطابه المتطرف والمتشدد الذي بدأ فيه ولايته الرئاسية قبل ثلاث سنوات ولم يحقق منها اي شيء انسحب من الاتفاق النووي الايراني واعدا ومصرا على اعادة التفاوض حول هذا الاتفاق لم ينجح وفشل فشلا ذريعا حتى الان فرض عقوبات على ايران بغرض اخضاعها ولم ينجح حتى الان ايران استطاعت يعني بين مزدوجين الصمود حتى هذه اللحظة امام العقوبات الامريكية الشيء نفسه فعله مع كوريا الشمالية عقد لقاءين او ثلاث لقاءات مع الرئيس كيم الرئيس الكوري الجنوبي الشمالي عفوا ولم ينجح في ثنيه ولم ينجح في اقناعه في ان يشمل الاتفاق مع كوريا الملف النووي ايراني المواقع الخمسة التي تقول الولايات المتحدة انها مواقع نووية كوريا وافقت على موقعين فقط وايضا الصواريخ الباليستية طويلة المدى وقصيرة المدى وبالتالي هو فشل حتى الان في ذلك المسألة الاخرى وهي حملة اضعاف الرئيس داخليا امريكيا داخليا من قبل الكونغرس الامريكي ومحاولات عزله وهذه تهدد اي رئيس بغض النظر سواء كان ترامب او غيره والمسألة الاخرى اقتربوا عدل الانتخابات اذ ان حظوظ الرئيس الذي تمتع بشعبية كبيرة قبل سنوات تتراجع بشكل كبير وعتقد ان هناك شكوك حول احتمال فوزه بولاية ثانية نعم نتحول الى الصحافة الاسرائيلية حيث خصصت وسائل الاعلام العبرية مساحة واسعة من التقارير والمقالات بشأن طلب بن يمين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الحصانة من الكنست امام القضاء بعد تقديم لوائح اتهام بالفساد ضده وبحسب صحيفة يدعوت احرنوت العبرية فان طلب نتنياهو الحصانة دليل على انه ارتكب جنايات وان ذلك الطلب دمر ما تبقى من ثقة الجمهور الاسرائيلية في مؤسسات الدولة استاذ امين لماذا يطلب نتنياهو الحصانة من الكنست يعني بن يمين نتنياهو منذ اللحظة الاولى وهو يدرك انه مدان بشكل حقيقي في التهم الموجهة اليه ولكن هي محاولة للمناورة التي احترفها نتنياهو بشكل كبير اعتقد انه في خلال الفترة الماضية ناور اكثر من مرة سواء كان في الاتهام حينما يعني رد على الادعاء العام بانه انها حملة موجهة ضده تستهدف شخصه وليست هناك اي ادلة اثبات به ادانة نتنياهو انما هو حينما وجد ان الادلة للثبوت باتت امام الرأي العام وباتت امام المؤسسات القضائية تؤكد ادانته بات يبحث عن امر جديد او يعني مخرج اخر وهو البحث عن الحصانة اعتقد انه يعني كما ذكرت الصحيفة انه البحث عن الحصانة اكبر دليل على ان نتنياهو يسق تماما بانه مدان في هذه الاتهامات وسيجد حكما او سيجد نفسه محكوما عليه في تلك الاتهامات لذلك يحاول اطالة امد المدة ليس اكثر يحاول البحث عن مخرج وهو يحترف كما ذكرت المناورة السياسية اعتقد ان نتنياهو هذه المرة بعد ان خسر الشارع سيخسر كثيرا ايضا في هذه الخطوة حتى الانعقاد الكنيسة للحصول على هذه الحصانة لا اظن وجه نظري لا اظن انه سوف يستطيع ان يحصل عليها هذه المرة نعم ولكن السؤال الكبير لك سيد صباح هل تحصين نتنياهو من الكنيسة يعني انه قد افلت من العقاب لا اعتقد انه كما قال الاستاذ محمد امين ان نتنياهو يحاول ان يطيل امد وجوده كرئيس للحكومة وعلى رأس الليكود نتنياهو يحاول ان يهرب الى الامام ولكن اعتقد انه لا توجد اغلبية حتى اللحظة في الكنيسة قد توافق على منحه الحصانة الا اذا تدخل رئيس الكنيسة ادلشتاين شخصيا لمنحه الحصانة ولكن حتى اللحظة بالمناسبة لم تشكل اللجنة للنظر في طلب نتنياهو للحصانة اللجنة البرلمانية اقصد ولكن لا يوجد سوى خمس وخمسين مقعدا تقريبا في الكنيسة وهو بحاجة الى اكثر من ستين او اكثر من واحد ستين مقعدا اليوم وبالامس اعلن عدد من القوى ومن بينها حزب ليبرمن انه لن يوافق على منحه الحصانة كحولة فان ايضا برئاسة بني جانيتس لن يوافق والقائمة العربية المشتركة ايضا لن توافق لانها تريد اسقاط نتنياهو ايضا خصوم نتنياهو الثلاثة هم الاحزاب الثلاثة الكبرى الاخرى في الكنيسة تقلف ضده وبالتالي اعتقد انه لن ينجح سوى في حالة واحدة اذا قرر رئيس الكنيسة تمنع هذا الحصانة ولكن يوما ما اعتقد ان نتنياهو سيمثل امام القضاء وسيدان لانها هذه سابقة للمرة الاولى تحصل في اسرائيل ان يتوجه تهم رسمية من قبل المستشار القضائي لرئيس حكومة اثناء وجوده على رئيس الحكومة نعم وهذا امر اعتقد ان الناقب الاسرائيلين سينظرون له بخطورة بالغة وسيعاقبون ربما في الانتقابات المقبلة لازلنا ايضا مع الصحافة الاسرائيلية حيث قالت صحيفة اسرائيل اليوم ان المجلس الوزرية المصغر لشؤون السياسية والامنية لم يحسم موقفه بعد من التفاهمات مع حركة حماس بسبب وجود تباينات في مواقف الوزراء وهو ما ارجع النقاش الى جلسة لاحقة من المقرر ان تعقد يوم الاحد المقبل وقالت الصحيفة ان وزير المواصلات اليميني المتطرف لاي تفاهمات مع حماس بشأن غزة معتبرا ان ذلك سيعزز من قوة الحركة سيد مصباح التباينات في مواقف وزراء المجلس او اعضاء المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر الى الى ما تعود برأيك اعتقد ان المسألة غزة او ازمة غزة او موضوع قطاع غزة وملف قطاع غزة برمته يسبب مشكلة كبيرة للحكومة الاسرائيلية بشكل عام والمجلس الوزاري الامن المصغر الكابينيت بشكل قاص نتنياهو يدفع باتجاه هذه التهدئة وهو حريص على انجاهها وقد لا يجد ربما سوى هذا الملف لكي يقدمه كنجاح له في مسيرته خلال العوام الأخيرة وقبل الانتخابات المقبلة في الثاني من أذار مارس المقبل نتنياهو ومعه عدد من قادة الليكود وحتى من وزراء المجلس الوزاري الامن المصغر والحكومة بشكل عام يؤيدون هذه التفاهمات وأعتقد أنه لديه القدرة على إقناع بقية الوزراء أو حتى فيما لو لم يقتنعوا أن يمضي قدما باتجاه التهدئة مع حماس لأنها بالنسبة له تبريد الجبهة الجنوبية مهم جدا للتفرغ لما يسمى الخطر الإيراني وخطر حزب الله نعم والجولام السوري المحتل من جهة الشمال طيب سيد محمد أمين التوصل إلى تهدئة بين تل أبيب وحركة حماس كيف يستفيد منه الطرفان أم أنه بلا أي فائدة يعني أنا أعتقد أنه بلا أي فائدة يعني أظن أن الإسرائيل تحاول يعني مع استمرار الوقت أن يعني تظهر أنها تحاول يعني إيجاد حل للقضية الفلسطينية أو إيجاد حل للتسوية للأزمة الموجودة ما بين إسرائيل وما بين حركة حماس ويعني تغفل تماما حتى في الحوار أنها حينما يكون هناك سلام أو إذا كان هناك بحث عن سلام حقيقي في إسرائيل وفي الدولة الفلسطينية يجب أن يكون هذا الحوار على مستوى القيادة الفلسطينية وليس على مستوى الفصائل الفلسطينية الأمر أعتقد أنه محاولة لمزيد من الوقت للحديث أو لرفع الملف إلى السطح بين حين وآخر إنما الحقيقة أن إسرائيل لا تبحث أبدا عن سلام حقيقي إذا كانت تبحث عن سلام حقيقي عليها أن تجلس على طاولة مفاوضات تجمع جميع الفصائل الفلسطينية أو تكون فيها القيادة الفلسطينية هي صاحبة القرار الحديث عن البحث عن سلام مع حماس بعيدا عن فتح ثم بعد ذلك نجد هناك أزمة ما بين فتح وحماس ثم نجد هناك أزمة ما بين الفصائل الأخرى أعتقد أن ما يحدث ليس سوى حالة من السجال السياسي الذي تحاول به إسرائيل أن تظهر إلى الخارج أنها تبحث عن سلام ولكن الفصائل الفلسطينية هي التي تبتعد تماما عن هذا الملف نعم أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا ضيفنا الكريمين إذن مشاهدين لا تزال جولتنا مع الصحف العربية والدولية مستمرة من قناة الغد هنا في القاهرة نعود إليكم بعد فاصل قصير أهلا بكم من جديد لازلنا نواصل معكم حلقة اليوم من برنامج الصفحة الأولى من قناة الغد هنا في القاهرة قالت صحيفة تايمز البريطانية إن الإنفاق الدفاعية الأمريكية في ارتفاع لكن هناك تردد بشكل متزايد في المشاركة في السؤون الدولية وكان تحذير أمريكا لحلف النيتو قاسيا حيث سيواجه التحالف الأطلسي مستقبلا قاتما إن لم يكن كئيبا حيث يتعين على الأوروبيين أن يدفع أكثر مقابل دفاعهم أو سيتم اتخاذ خيارات بشأن ما يخدم مصلحة الولايات المتحدة وعلى الرغم من تغيير التركيز في ظل نهج أمريكا أولا الذي وضع الرئيس ترامب فإن التناقض الأمريكية بشأن مشاركتها في العالم كان واضحا منذ بداية عقد من الزمان سيد صباح بحسب الصحيفة أمريكا سخية في إنفاقها الدفاعي لكنها بخيلة مع الناتو لماذا برأيك طبعا الولايات المتحدة دوما كانت مع مصالحها والرئيس الأمريكي ترامب هو من رفع شعار أمريكا أولا وهو يحاول من خلال ذلك تجسيد هذا الشعار أن أمريكا أولا لا يهمه شركاءه الأوروبيون ولا شركاءه في الشرق الأوسط والدليل أنه قال للأوروبيين مرارا وتكرارا عليكم أن تدفعوا مقابل حمايتكم وقال أيضا هذا الكلام لعدد من الدول العربية وغيرها وبالتالي الرئيس ترامب تقوم استراتيجيته أو سياسته على هذه المسألة أمريكا أولا ولا يعبأ بأي دولة أخرى غير الولايات المتحدة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أعتقد أنه يحاول الرد على محاولات الرئيس الفرنسي ماكرو إيجاد أو تأسيس جيش أوروبي للدفاع عن أوروبا والانفكاك عن الولايات المتحدة بشكل خاص وهناك بعض الأوروبيين التهمب أنه يحاول تدمير حلف الأطلسي حلف الأطلسي الذي قال عنه ماكرو أنه مات إكلينيكيا أو سريريا منذ زمن وهو بالتالي لم يعد ذي قيمة أو ذي قيمة للأوروبيين وهم يبحثون عن حماية أنفسهم بأنفسهم بعيدا عن حلف نيتو وهذا يأخذه الرئيس ترامب في الاعتبار أنه ما دم الأوروبيون يبحثون عن حماية أنفسهم بأنفسهم وهو يحاول أن يصور لهم أن هناك أخطار من روسيا ومن كوريا وغيرها وإيران ولكن هذا أعتقد أنه لن يجدي نفعا أعتقد أن الرئيس ماكرو ماضي قدما في فكرته ماضي في الانفكاك عن الولايات المتحدة وحمايتها لأوروبا نحو تأسيس جيش أوروبي وتمكن أوروبا من الدفاع عن نفسها بنفسها ولكن والسؤال أستاذ محمد أمين إلى أي مدى نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذلك أن يجعل حلف النيتو لا يكون الإنفاق أو الحصة الكبيرة من الإنفاق من جانب الولايات المتحدة بل أشرك معه أوروبا وبعض الدول الأخرى يعني هو من البداية يعني من بداية تولي الرئيس ترامب وهو له منهج يعني محدد خصوصا في المسألة الخاصة بالدفاع أو تحركات القوات الأمريكية تحركات القوات الأمريكية في المنطقة خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية هو لديها الجيش الوحيد الذي يستطيع أن يصنع أو يدخل فيه حربين أو حربين ونصف أو سلاس حروب في توقيت واحد وهذا الأمر مكلف جدا الأزمات التي تتواجد في المنطقة أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تتحسب لها لذلك تجعل قواتها موجودة دائما على في حالة استعداد هذه الحالة من الاستعداد القتالي أعتقد بمكلفة جدا الولايات المتحدة لديها يعني مجموعة من النقاط المهمة منذ تولي الرئيس ترامب حينما تحدث مع دول الخليج العربي عن أنه لن يستطيع يحمي أحد دون أن يحصل على نفقات هذه الحماية أعضاء حلف النيتو إلا إذا في حالة واحدة تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية ولا تنظر إلى هذا الأمر حينما تكون أو يكون الخطر يهدد مصالحها وهو ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية حينما قادت حلف النيتو بالكامل لليبيا وأيضا حينما تحركت باتجاه سوريا أعتقد أن الأمر ليس المهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى الحلف قويا أو ضعيفا إنما الهدف الأساسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية حاليا هو من يريد أن يحمي نفسه عليه أن يدفع أولا خصوصا أن التحرك للجيوش مكلف جدا الولايات المتحدة هناك جبهات كانت تكاد تغلقها ولكن فتحت مرة أخرى مثل ما حدث في الجبهة العراقية بدأت تفتح مرة أخرى هذه الجبهة وتعود إليها بعد الأزمات مرة أخرى أن خروجها من سوريا ليس بالأمر الهيين ولذلك عليها أن يبقى لها تواجد في هذه المنطقة نظرا للسيطرة الروسية في هذا الملف إذن الولايات المتحدة حينما تدرس الأمر تدرسه من منطلق المصالح الأمريكية بعيدا تماما عن أي مصالح أخرى في المحطة الصحفية التالية صلتت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية ضوء على تجدد الدفء بين موسكو وهفانا بينما تحاول روسيا ملء الفراغ الذي خلفه الحظر التجاري الأمريكي في كوبا مضيفة أنه لا يزال الدفء الجديد في العلاقات بين موسكو وهفانا بعيدا عن الاحتضان الشامل الذي كان موجودا في عصر الاتحاد السوفيتي وقال محللون للصحيفة إن الإيماءات الروسية الأحدث محدودة في نطاقها وتهدف إلى السماح للرئيس فلاديمير بوتين بإثارة المتاعب في الفناء الخلفي للولايات المتحدة دون تكبد مسؤوليات كبيرة سيد صباح دفء في العلاقات وليس احتضانا شاملا هكذا تصف الصحيفة العلاقات بين موسكو وهفانا إلى أي مدى تتفق معها في ذلك طبعا هذه السياسة واضحة منذ تفكو كل تحاد سوفيتي وتوريث روسيا أو وراثة روسيا للاتحاد السوفيتي وخاصة عندما أصبح الرئيس فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا هو يحاول أن يعيد صياغة الدور الروسي في العالم وفي الشرق الوسط على وجه الخصوص وهذا الأمر أيضا ينطبق على كوبا وهي الحديقة الخلفية كما أشارت الصحيفة للولايات المتحدة ولكن ليس احتضانا كاملا كما في عهد الاتحاد السوفيتي حيث كان هناك انفاق عسكري وتدريب عسكري ووصل الأمر حتى في عام 62 إلى أن حرب النووية كانت أن تندلع بين روسيا والولايات المتحدة على خلفية ما يسمى أزمة خليج الخنزير أو أزمة الصواريخ الكوبية أو أزمة أكتوبر أو أزمة الكريبي كما كانت تسمى وبالتالي هذه السياسة انتهت تماما الآن هناك مصالح لروسيا روسيا تنظر إلى مصالحها أينما وجدت وتحاول أن تجسد نفسها قطبا ثانيا كما كان الاتحاد السوفيتي قطبا في زمن الحرب الباردة الحرب الباردة انتهت الاتحاد السوفيتي انتهى وتفكك ولكن روسيا تحاول أن تعيد وتستفيد اقتصاديا لأن في روسيا في كوبا عفوا البنى التحتية مدمرة الاقتصاد بحاجة لعادة التأهيل المرافق الاقتصادية وغيرها بحاجة لعادة التأهيل فروسيا تحاول أن تستفيد وتحاول أن تعيد بناء علاقاتها مع دول كانت يوما ما محتضنة وحليفة للتحاد السوفيتي ولكن بصيغة أخرى وبسياسة أخرى نعم وإلى زاوية الكاريكاتور في صحيفة الشرق الأوسط يصور كاريكاتور إيران وهي تحاول جذب العراق معها إلى الهوية أستاذ محمد أمين هذا الكاريكاتور إلى أي مدى يوصف الواقع الموزوب بالفعل يعني أعتقد هذه الصورة الكاريكاتورية أعتقد يعني معبرة عن الواقع الحقيقي لهذه المنطقة التي تشهدها من أحداث خصوصا أن الأزمة الموجودة في الشارع العراقي إيران طرف أساسي وأصيل فيها تصعيد الأزمة إيران طرف أساسي فيه ما يحدث حتى من الحكومة العراقية إيران وتدخلها في الملفات الداخلية العراقية كان له تأثير كبير في زيادة أمد أو إطالة أمد هذه الأزمة بالفعل إيران لديها أزمة داخلية وللأسف باتت هذه الأزمة تبحث لها عن حلف الخارج في العراق مما جعلها تجذب العراق إلى الهاوية المنطقة بالكامل مهيئة إلى مشهد جديد ننتظره نتمنى أن يكون هناك استقرار في العراق ولكن المشهد لا يؤكد ذلك أو لا يوضح ذلك الواقع على الأرض لا يوضح ذلك أبدا أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من العاصمة القاهرة الأستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر كما أشكر ضيفنا من قطاع غزة الكاتب الصحفي فتحي صباح إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الصفحة الأولى من قناة الغد هنا في القاهرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة